مشاهدين نبقى دائما في الملف الاقتصادي حيث يساهم القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني خاصا بدمجه مع القطاع العام حسب بعض الخبراء وتحقيق اكتفاء في التنمية الاقتصادية والخروج من تبعية قطاع المحروقات التي تطق على الساحة الوطنية أتقرر ليمن عيش تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب تقويم دور القطاعين العام والخاص لكن هذا ما لا نجده في الجزائر بوجود خلل التوازن بين القطاعين فهل القطاع الخاص له القدرة على انقاذ الاقتصاد الوطني بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من 90% من القطاع الخاص رقم أعماله أقل من 20 مليون دينار وهذا ضعيف الآن مساهمته في حدود ضعف الإمكانيات معتبرة فما بالك إذا كانت مساهمته في ظروف حسنة وفي ظروف أفضل من حيث الرأسماله ومن حيث السفقات ومن حيث المشاريع القطاع الخاص له دور كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إشراكه في السفقات العمومية حيث دعى الخبراء إلى ضرورة منح فرصة للقطاع الخاص الذي من شأنه إضفاء فعالية في النشاط الاقتصادي أقرب طريق هو إدماج القطاع الخاص في السفقات العمومية وإدماج القطاع الخاص في القطاع العام عن طريق شراكة استراتيجية نسميها الشراكة استراتيجية قطاع عام قطاع خاص لبي بي 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 لبارتوناريا بري في بي بي بليك ليحمي هذا الشراكة وميثاق وطني للشراكة حتى نظم الحقوق القطاع الخاص إذن القطاع الخاص لا زال متخوفا من وعود الحكومة لا زال متخوفا من قواني الحكومة المتغيرة ومع تواصل انهيار أسعار النفط فإن الجزائر محتاج إلى دعم اقتصادها وتنوعه والذي لا يتحقق إلا بالدمج بين القطاعين العام والخاص وإعطائهما نفس الإمكانيات